اهلا بكم متابعين في حلقة جديدة من برنامج وطن تسائل وطن تسائل هو برنامج يأتي لتعزيز مشاركة المجتمع المدني والمسائلة والقيم الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني يمكن لكم متابعتنا عبر منصات شبكة وطن الإعلامية المختلفة في هذه الحلقة نصلت الضوء على ملف العطاءات الحكومية آلية العمل والمعايير والقانون ماذا عن قانون الشراء العام رقم 8 لسنة 2014 والذي أصبح نافذا في نهاية حزيران عام 2016 ما هي الضوابط التي تضمن تحقيق أهداف القانون في شراء اللوازم والأشغال والخدمات بأفضل الأسعار وبالجودة المطلوبة هذه الأسئلة وغيرها نطرحها اليوم على ضيوفنا في الستوديو الدكتور فتحي أبو مغلي عضو اتحاد الصناعات الدوائية ووزير الصحة السابقة أهلا بك دكتور وأيضا الأستاذ مؤيد عودة رئيس المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام أهلا بك أستاذ مؤيد طبعا قبل أن نبدأ هذا الحوار دعونا سويا نشاهد التقرير التالي لطالما دار النقاش كثيرا حول ملف العطاءات الحكومية وكيف يدار هذا الملف وأي جهة تمثل مرجعية لذلك وهل القوانين والتشريعات تعزز من قيم النزاهة والشفافية والمساءلة في هذا الملف؟ من أجل ذلك تأسس المجلس الأعلى لسياسات الشراء بموجب قرار من مجلس الوزراء استنادا إلى المادة رقم 7 من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2014 بشأن الشراء العام يطلع المجلس بدور رسم السياسات العامة ومتابعة وتقييم أداء منظومة الشراء العام في فلسطين إضافة إلى بناء القدرات والبناء المؤسسي يتشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء من رئيس وثمانية أعضاء أربعة منهم يمثلون وزارات المالية والأشغال والاقتصاد والتخطيط وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الشراء العام من القطاع الخاص والقطاع الأكاديمي وبالحديث عن المشتريات العامة فتنقسم هذه المشتريات لأنواع مختلفة أولاً اللوازم على شكل سيارات وأثاث مكتبي وقرطاصية ولجنة العطاءات المركزية في وزارة المالية والتخطيط هي المسؤولة عن هذه المشتريات ثانياً الإنشاءات من طرق وبنية تحتية وفوقية وأبنية وعقارات والجهة المسؤولة عن ذلك دائرة العطاءات المركزية في وزارة الأشغال العامة والإسكان ثالثاً الخدمات وتقسم إلى خدمات استشارية وخدمات غير استشارية أما فيما يتعلق بطرق الشراء فهناك أيضاً ثلاثة طرق للشراء العام والتي تتم مباشرة من قبل لجنة المشتريات في الجهة الطالبة للإحتياج أولاً الشراء المباشر وفي كل جهة حكومية لجنة مشتريات هي المسؤولة عن ذلك على أن لا تتجاوز قيمة المشتريات ثلاثة آلاف دولار إذا كانت على شكل لوازم واحتياجات مكتبية وأن لا تتجاوز خمسة آلاف دولار إذا كانت على شكل إنشاءات ثانياً استدراج العرض يتم توزيع مواصفات الغرض المنوي شراؤه ويتم توزيعه على الثلاثة موردين كحد أدنى ويتم جمع عروض الأسعار ضمن مغلفات مغلقة وهنا تكون القيمة المالية التقديرية للاحتياج لا تتجاوز عشرين ألف دولار للوازم وحتى خمسين ألف دولار للإنشاءات ثالثاً العطاءات ويجب أن يتم الإعلان عنها في الجريدة وإعلان المواصفات المطلوبة لها بحيث أن لا تزيد قيمة العطاء عن خمسين ألف دولار للوازم وقد تصل إلى نصف مليون دولار للإنشاءات أما في حال تجاوزت القيم التقديرية لتلك المبالغ فيتم الرجوع للجنة العطاءات المركزية في وزارة المالية للوازم أو لدائرة العطاءات المركزية في وزارة الأشغال العامة والإسكان للإنشاءات بالعودة لإجراءات الحكومة في هذا السياق فقد أطلقت البوابة الوطنية الموحدة للشراء العام في فلسطين وذلك من أجل تحقيق الحكم الرشيد والتنمية المستدامة تهدف البوابة إلى توفير منصة إلكترونية تقوم الجهة المشترية بنشر خطتها الشرائية ودعوات المناقصات وقرارات الإحالة عليها ويقوم المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام بتوفير الوثائق ذات الصلاب الشراء العام من قانون ونظام ووثائق قياسية ومواد تدريبية وغيرها بما يعمل على توحيد وتسهيل إجراءات الشراء في جميع أنشطة الشراء المنفذة باستخدام المال العام أهلا بكم من جديد أستاذ مؤيد سأبدأ معك النقاش في الحديث عن المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام صدر قرار عن مجلس الوزراء بإلزامية نشر الوثائق القياسية الموحدة للمناقصات على البوابة الإلكترونية الموحدة في عام 2021 ليصبح ساري فعليا في أيلول الماضي السؤال هل التزمات كافة الجهات الرسمية بهذا القرار وشو دوركم أنتو في مجلس الأعلى للشراء أهلا بي ومسألة الدكتور ومسألة جميع المشاهدين المجلس على سياسات الشراء سأجاوبك على سؤالك لكن خلينا نعطي نبدأ عن إصلاح منظومة الشراء العام في فلسطين حيث بدأت منذ العام 2004 وتشكلت فرق وطنية من مختلف الكطاعات لسياغة القانون والنظام وفي العام 2014 صدر القرار بقانون رقم 8 لسنة 2014 وطبعه لايح التنفيذين نظام للشراء العام رقم 5 لسنة 2014 القانون والنظام هناك مجموعة أهداف نص عليها القانون وهو شراء اللوازم والخدمات والأشغال بأفضل أسعار بما يحافظ على الجودة وترشيدة النفقات تشجيع التنمية المستدامة تشجيع المشاركة الشركات في العطاءات في المنافسة ضمان الشفافية والنزاهة في إجراءات سير العطاءات لتحقيق هذه الأهداف تم النص على إنشاء المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام وفي تقريركم تطرق إلى بعض مهامه وهي رسم السياسة العامة الوطنية بخصوص الشراء العام بما فيها إعطاء نسب أفضلية للمنتاجات المحلية والمقاولين المحليين سياغة اللائحة التنفيذية والتعديل عليها والتنسيب لمجلس الوزراء لإكرارها اعتماد وثائق قياسية موحدة للمناقصات والعقود وإلزامها لجميع الوزارات التنمين المستدامة والتدريب على القوى البشرية العاملين في الشراء العام وأولى اهتمام كبير في هذه الخاصية إنشاء موقع إلكتروني إحادي البوابة استخدام التدريجي للأساليب الشراء الإلكتروني وتقييم منظومة الشراء ككل والعمل على تطويرها وعمل التوصيات اللازمة لإلها قرار مجلس الوزراء أخيراً اللي صدر في العام 2021 اللي هو إلزام جميع الجهات المشترية بالنشر على البوابة الموحدة للشراء اللي هو جميع عمليات الشراء خطط الشراء السنوية جميع الحالات والعقود يعني سواء إعلانات أو حتى خطط الشراء وهو أهم إحنا نشتر حالياً اللي هو داماً في كل مناسبة ويتطرك إلى خطط الشراء السنوية هي أهم موضوع رح نشتر عليه في المرحلة القادمة اللي هو مطلوب من كل الجهات المشترية إعداد الخطط الشراء السنوية عند إعداد موازنتها السنوية ونشرها للجميع بحيث أنه كل المهتم بالشراء العام يطلع على هذه الخطط ويأخذ اعتباراته ويأخذ أكثر عن أهمية هذه الخطط لكن هل الجهات الرسمية ملتزمة بالنشر؟ التزمت نعم البوابي الموحد للشراء العام طبعاً اختلف عدد الملتزمين بعد إصدار القرار مجلس الوزراء بشكل ملحوظ والآن تقدر تلاحظه بشكل مباشر عليها كم عمليات الشراء اليومية اللي بتعلن عليها وتم وضعها لحالي ورح نتبع عملية الالتزام بشكل يومي وأسبوعي وتقييمه بشكل دوري طب دكتور يعني برأيكم أنتم كيف تنظرون لمفهوم العطاءات الحكومية؟ هل السياسة العامة المتبعة في هذا المجال تحقق العدالة بين المتقدمين للعطاءات؟ هل هناك فرص متكافئة؟ كيف تشوفوا هذا الملف؟ يعني أنا أؤيد ما ذكره الأستاذ مؤيد بقضية أنه قانون الشراء العام الموحد جاء كعملية إصلاحية للأنظمة أنظمة الشراء التي كان معمول بها قبل سنة عام 2014 وبالتالي جاء هذا القانون متناغماً مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية للشراء العام لضبط هذه العملية وضبط الجودية وضبط الأسعار وعملية تقليل الكلف على الحكومة وأيضا العمل على إجراءات إمعان بشفافية في قضية الشراء والعدالة في طرح العطاءات وأعتقد أنه تم إنجاز شوت كبير في هذا المجال تحقيق شوت كبير في هذا المجال المجتمع المحلي والقطاع الخاص أصبحوا شركاء في المجلس الأعلى وبالتالي أصبح لهم صوت وهذا الصوت انعكس في التعديلات الأخيرة على النظام النظام أخر في 2014 وأعيد تعديله في 2021 بعض التعديلات جاءت متناغمة مع احتياجات القطاع الخاص ومتطلبات القطاع الخاص طبعاً نحن هم متفقين يجب أن نكون مختلفين لكن أنا أؤكد أن نحن متفقين في الشكل العام وفي الكثير من التفاصيل بجزء بعض التفاصيل قد نختلف عليها لكن مع التعديلات الأخيرة اللي جاءت في النظام أعتقد هي صوبت كثير من الإشكالات التي كانت موجودة وخاصة هو التزام المؤسسات القطاع الحكومي بالإعلان على البوابة اللي كانت تفوت الفرصة عدم الإعلان كان يفوت الفرصة على كثير من المناقصين أو البائعين للخدمات بالمشاركة لأنه لم يكن يطلع على العطاء لأنه ليس منشور على البوابة دكتور عم بتشوف في مبدأ المنافسة عم بتشوف في عدالة في هذا الموضوع؟ أكيد طلع المنافسة هي منافسة بالسعر ومنافسة بالجودة وبالتالي مدام في مواصفات موجودة في وثيقة العطاء واللي من خلال قانون الشراء الموحد أصبحت هذه المواصفات أكثر وضوحا لأنه في وثيقة العطاء فيها كافة التفاصيل المطلوبة لشراء أي مادة وبالتالي المناقص سيلتزم بهذه المواصفات سيقدم عينات إلى آخره وسيدخل بسعر يضمن له ربح جيد وبنفس الوقت يوفر على المؤسسات الحكومية أو المشتري في الكلفة نحن هنا نؤكد على دور هذه المؤسسة والمجلس في تعزيز الفراء من المنتج المحلي بشكل رئيسي وأعتقد هنا قد نقف في بعض المحطة سنحكي أكثر عن موضوع المنتج الوطني لكن طاقم العمل أيضا أجرى مجموعة من المقابلات مع ممثلين عن اتحادات موردين ومقاولين خلينا نشوف هذه المقابلات مع بعض ومن ثم نستكمل النقاش المبدأ الشفافية والنزاهة في إجراءات سير عملية الشراء العام بعتقد أن دارة العطاءات المركزية في دولة فلسطين حريصة كل الحرص على تطبيق أهداف هذا القرار بقانون ونظام الشراء العام بما يحقق هذا المبدأ المنافسة موجودة بعتقد اليوم المشكلة الأساسية عندنا في موضوع التأهيل ومعايير التأهيل أن بعض معايير التأهيل التي تطلب من خلال وثائق العطاء تؤدي إلى استبعاد بعض الشركات بعتقد أن المعايير التي يتم طلبها في وثائق العطاء هي معايير أعلى من قدرة الشركات الفلسطينية موجودة وبالذات فيما يخص جائحة كورونا مثلاً بما يخص التيرن أوفر الذي يوصل مرات أربعة مليون وخمسة مليون شيكل أو مشاريع مشابهة تكون عائق لدى الجهات المناقصين في اجتياز معايير التأهيل المطلوب اليوم عادة دراسة هذه المعايير بما يتناسب وينسجم مع وضع السوق الفلسطيني مع وضع الأوضاع الاقتصادية يغطي هذه العطاء أو يتم طرح عطاء وفق القانون الشراء العام ونظام الشراء العام واللوائح التنفيذية للقانون والوثائق القياسية لهذا القانون البنود القانون واللوائح التنفيذية فيها دقة عالية وشفافية ووضوح في نصوص المواد ولكن عند التنفيذ الموظفين في بعض الأحيان بيكون فيه سلوك إما عن غير قصد بيكون أو من باب الإجتهاد أنه هو ارتقى أن يأخذ باتجاه معين مما يرجع كف على أخرى الشروط والمعايير الموضوعة بالقانون هي من أفضل القوانين الموجودة في الدول العربية في بعض الشروط بتكون شديدة لكن هذه الشروط يعني بعض الجهات لا تستطيع الدخول للعطاء لأنه لا تستوفي هذه الشروط وبالتالي بتفوت الفرصة على المنافسة في السعر اللي بيخلي الشركات تعزف عن المشاركة أو تبتعد عن المشاركة في العطاء اللي هي طول مدة الدفع طول مدة التزديد العطاءات والاستدراجات التي تتم في القطاع العام والمؤسسات ذات العلاقة بالقطاع العام من معظمها لا يأخذ بالاعتبار أنه هناك قدرات وطنية ممكن أن تقوم بالأعمال التي يحتويها العطاء وبالتالي في معظم العطاءات خاصة الكبيرة منها يضطر المقاولون الفلسطينيون للتحالف مع شركات أجنبية خارجية حتى يكونوا قادرين على العمل في هذه العطاءات وفي معظم العطاءات التي أحيلت بهذه الطريقة يكون دور الشريك الأجنبي فقط للتغطي على أعمال الشريك المحلي ومعظم العمال إذا مشكلها يكون بها الشريك المحلي هناك أحياناً فساد يتم في هذه العملية مثلاً بدون ذكر أسماء هناك عطاء نفذ قبل حوالي 3-4 سنوات من قبل مؤسسة دولية بتمويل من دولة خارجية وللأسف الشديد كانت قيمة العطاء مبلغ معين وأكثر من 25% إضافة لذلك المبلغ هو رسوم لشركة أجنبية من الدولة المانحة أتت لتقوم بأعمال بسيطة جداً يستطيع أي مهندس ذو خبرة 3-4 سنوات أن يقوم بها وبإبداع في فلسطين أهلاً بكم من جديد أستاذ مؤيد شو تعليقك على هاي المقابلة نبلش في موضوع أن القانون منيح لائحة تنفيذية رائعة لكن تطبيق القانون والمعايير هاناً إشكالية بتصير المعايير أتوكل لذكرها الأستاذنا زميل أحمد القاضي الاتحاد المقاولين بيحكي عن معايير التأهيل في عطاءات الإنشاءات والكبيرة إحنا ذكرت التقرير الأول أن العطاءات الكبيرة اللي بتروح على لجنة عطاءات المركزية وزارة الأشغال وبالتالي هاي العطاءات الكبيرة في بعض المعايير اللي لازم يجتازها المقاول حتى يقدر نضمن أنه ينفذها بدون عراقيل وبدون أي مشاكل في عملية التنفيذ اللي هي معايير التأهيل وبتوضحها لجنة التصنيف الوطنية موجودة في وزارة الأشغال واللي رئيس رئيس لجنة العطاءات المركزية وهم أقدر في وضع المواصفات والمعايير التأهيل المعايير عادة أنه عمل مشاريع مشابهة هل لديك مشاريع مشابهة كنت بها خلال السنوات الماضية قادر على أنك تعطي أريحي للجنة العطاءات المركزية أنك تقدر تنفذ هذا المشروع بدون أي مشاكل مش خلال فترة الموضوع يقول لك فلست ما قدرتش أنه بدأت دفعات مالية وما شابه ذلك هذه معظم المعيار اللي بيحتاجوا على الشركات أما فيما يتعلق بس ممكن أن يكون في ظلم للشركات الناشئة أو الجديدة لا يوجد شيء عندها لا يوجد ظلم لأن الشركات الصغيرة تقدر تدخل من خلال عقود بالباطن وهم متاح الشركات الكبيرة يشغل مجموعة شركات من الباطن لما تشتغل هذا المشروع يصبح عندها تأهيل جديد إنه اشتغلت في هذا المشروع فمشروع لاحق بيكون عندها الفرصة أكثر بيكون عندها الفرصة إنها اشتغلت في مشاريع مشابهة ما فيه إجحافة في هذا المواضيع ولكن هي شروط لتأهيل بعض الشركات في العطاءات الكبيرة فيما يتعلق باللوازم باللجنة العطاءات ما فيه شروط معينة إنك عندك تخصصية في هذا المجال يعني شركة بدناها أدوية أي شركة غير شركة الأدوية بتقدر تقدم لها ما بزبط شركة IT بدنا أجهزة حاسوب ولا برنامج حاسوب بتقدر أي شركة تمويل تقدم لها ما بتقدر هي تخصصية فقط لا غيرونها مسجلة ضمن شروط التسجيل في وزارة الاقتصاد وفي ملف ضريب في وزارة المالية طيب دكتور فاتحي بالنسبة للمنتج الوطني وأيضا الخبرة الدولية مثل ما حكوا يعني الأفاضل في المقابلات إنه البعض بروح باتجاه إنه يكون فيه غطاء لشركة دولية ممقابل إنه تعطيه فرصة أكثر لهذا العطاء كيف عم بتشوف هذا الموضوع هو القانون كان واضح بإعطاء الأولويية للمنتج الوطني وحتى إعطاء ما نسبة 15% من قيمة العطاء كنوع من التحفيز للمنتج الوطني مقابل المستورد وبالتالي أعتقد هذا كان إجراء جيد كان مطلوب من السابق طبقناه في بعض الوزارات على كلهم على حدة لما صار الشراء الموحد تبنت هذا الموقف وبالتالي أصبح أعطى فرصة أكبر للمنتج الوطني أن يكون منافس مدام يلتزم بمعايير الجودة نحن بجوز عندنا إشكالية بهذا الموضوع عن تساوي قيمة العطاءات يجب في هذا الحال إذا كان المنتج الوطني يتنافس مع منتج مستورد حتى لو تساوت الأسعار يجب أن يعطى أن يحال الإحالة تتم على المنتج الوطني لأنه أنت زي ما بتعرف السوق الفلسطيني السوق صغير كلفة الإنتاج مقارنة بالمنتج المستورد هي أعلى بكثير لأنه أنت تنتج كمية صغيرة من المواد مقارنة بالمنتج المستورد اللي بنتج كميات كبيرة وبالتالي عنده قدرة بتخفيض الأسعار والمنافسة بشكل أكبر عندنا مشكلة تانية في كثير من المنتجات اللي ما منقدر ننتجها لأنه كلفة إنتاجها عالي جدا يعني خطوط الإنتاج مقرفي جدا وبالتالي لا نستطيع إنتاجها لأنه فيش سوق السوق المحلي لا يكفي لتسويق هذه المادة وتغطية كلف خطوط الإنتاج هنا إحنا بجوز نتمنى على الحكومة بشكل عام وتوصية من المجلس أن يتم تشجيع بعض الشركات الصناعية وخاصة صناعة الأدوية بإنتاج أدوية خطوط إنتاجها مكلفة جدا مقابل إعطائها حق الاحتكار لمدة محدودة من ثلاثة لخمس سنوات حتى تستطيع أن يعني على الأقل تطلع جزء من الكلفة الرأسمالية اللي هي عالية حتى نستطيع أن نوفر ما نسميه بالأمن الدوائي لأن الأمن الدوائي قضية وطنية يجب أن نعمل على إنجازها تأهيل كوادرنا برضو هو أحد أهداف القانون وبالتالي حتى هلأ نحن نحكي اليوم من المنتج الوطني وبالتالي يجب أن نعكس ما هو على الورق على عمليا بحيث أنه نوفر قائمة الأدوية الأساسية على الأقل في أن حوالي 560 منتج دوائي ضمن قائمة الأدوية الأساسية يجب أن تكون متاحة بصناعة محلية الآن الصناعة المحلية تغطي 37% من العطاءات الحكومة القيمة المادية تزيد على 20% من كامل العطاء حكينا على العطاء مثلا سنة 2021 كانت قيمة العطاء بحدود 90 مليون دولار المنتج المحلي أخذ بس 20% من هذا المبلغ والباقي ذهب لمنتجات مستوردة أو إسرائيلية طبعا لأنه لا نستطيع أن ننتج هذه الأصناف المكلفة لأنه بدأ خطوط إنتاج جديدة بكل فعالي جدا السوق المحلي لا يستوعب حتى يستطيع أن يقوم بهذه المجازفة القطاع الخاص يجب أن يكون هناك دعم حكومي من خلال إعطاء حق احتكار نحن ضد الاحتكار لأي منتج حتى نحافظ على الجودة لكن على الأقل بهذه فلسفة أنه من 3-5 سنوات نعطيه فرصة أنه نوفر الأمن الدوائي لفلسطين طبعا السيد مؤيد أيضا هناك من يقول بأن هناك تأخير واضح من قبل السلطة في انتهاج الأسليب الإلكترونية الأكثر وضوحا وشفافية في عمليات الشراء بالرغم أن القانون صدر عام 2014 السؤال لماذا لغاية لم تتم حوسبة إجراءات الشراء بشكل كامل القانون صدر في 2014 التنفيذ 2016 في منتصف 2016 يعتبر هو حديث نسبيا مع ذلك المجلس أنشأ البواب الموحد للشراء العام والذي نعتبرها كنز معلوماتي بخصوص الشراء العام ونعمل على تطويرها يوم بعد يوم في مرحلة ثانية عملية التطوير حتى يعمل تقارير عن عمليات الشراء وتفنيدها وتصنيفها خبر جديد أنه نحن حاليا نشغالين في موضوع الشراء الإلكتروني واللي تم توقيع اتفاقيته في شهر أربعة 2021 ضمن حكومة الحكومة الإلكترونية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لأنها مكون للمجلس الأعلى لسياسات الشراء وهو الشراء الإلكتروني ومجلس الوزراء تم اعتماد الفريق الوطني لصياغة واعتماد الاستراتيجية الشراء الإلكتروني ونحن في نهاياتها سيتم بعد ذلك العمل على تنفيذ مشروع الشراء الإلكتروني وهو يعتبر من أكبر إنجازات الدولة في موضوع منظومة الشراء العام منظومة الشراء العام حديثة نسبيا لكن كفزنا كفزات كبيرة ومتطورة وأصبحنا من أفضل دول العالم في موضوع في منظومة الشراء العام وتضاهي دول متقدمة وحاليا إذا تم تطبيق الشراء الإلكتروني خلال السنوات القادمة نحن نكون في السنين في موضوع الشراء الإلكتروني والشفافية ونزاهها وليساعد طبعا الشراء الإلكتروني على هذا الموضوع طب دكتور دائما فيه انطباعات ما بعرف عندش يعني دائما انطباعه محل شك بس دائما هناك العطاءات الحكومية دائما فيه عليها دائما على ما تستفهم كبير ودائما فيه نقاش حول آلية ضبطة وآلية عاملة انتو كيف بتشوفوا هذا الموضوع يعني خلينا أحكي تحديدا على الصناعة الدوائية وعلاقة الصناعة الدوائلية بالشراء الموحد والآلية أعتقد أنه فيه تقدم كبير يعني فيه رضا كبير الآن عن الآليات الموجودة علاقتنا مباشرة مع وزارة الصحة ممتازة بقضية الشراء بجوز المشكلة الوحيدة بجوز حكا عليها الأخ مهند من اتحاد الموردين اللي هي قضية السداد يعني إذا تم وضع آليات لسداد الديون أو قيمة العطاءات بشكل أفضل أعتقد هذا كمان سيساعد على تخفيض الكل فعل الحكومة لأنه يبرد قاعد بأخذ بعين الاحتبار برضو تأخر السداد طبعا بنحكس على السعر أكيد لأنه أنت بتأخذ قاعد قروض وتأخذ تسهيلات بنكية إذا هذه التسهيلات البنكية ما سددتها في موعدها راحت تضاعف وبالتالي راح تكون في خسارة محققة وللعلم في كثير من الشركات الموردين للعديد من المواد للحكومة بشكل عام وخاصة في قطاع الأدوية أفلست هذه الشركات وسكرت لأنها صار إلها ديون كبيرة وطير بعض المقاولين الصغار أو الموردين الصغار بندرش تحمل دين كبير وبالتالي لما تحكي إنت مثلا اتحاد المستشفيات مثلا اللي أنا إليه علاقة جيدة معهم إليهم مليار ومئتين مليون شكل على الحكومة يعني إذا هذه المستشفيات الخاصة والأهلية ما عندها قدرة على تحمل هذه الديون حتى ما رح يسكر بعض المستشفيات أيضا برضو نفس الشي الموردين الأدوية أو المستهلكات الطبية برضو بقدروا يتحمل ممكن يتحمل شهر شهرين ثلاثة فلا قد من وضع آلية حقيقية ومستدامة لتسديد الالتزامات لأنه أو وضع غرامات أيضا على الحكومة في حالة تأخر يعني ليش المورد إحنا لما نتأخر في توريد الدواء بكون في غرامة وغرامة عالية جدا يعني تصل إلى 1.5% تقريبا بشكل يومي بينما لما تتأخر سنوات ما حدا بغرمها قضية وطنية القضية التانية لما بيكون في دخول عطاء ففي كفالة دخول عطاء أنت بتصر الحكومة بتصر على دفع كفالة دخول العطاء هلأ أعتقد بالتأديل الأخير تم معالجتها بتعهد نرجو أنه التعهد هذا ما يكون له تعقيدات بدون تعهد مباشر بدون كاتب عطاء بدون كفالات نعم إكرار ضمان العطاء إكرار ضمان العطاء موجود في القانون التعديل الأخير اللي تم قبل أيام من مجلس الوزراء أنه بدل كفالة دخول العطاء أن يكون هناك تعهد فنأمل أنه هذا تعهد ما يكون شروط صعبة موجود قبل التعديل ونعمل فيه قبل التعديل هذا إشي جديد للشركات موجود في القانون أنه بدل كفالة دخول العطاء ممكن إكرار ضمان إكرار ضمان العطاء بدل كفالة الدخول وبدأت فيها للشركات الأدوية هو أكبر يعني الموردي الأدوية ببالة كبيرة تم الموافق عليه من المجلس الوزراء وكانه حتى كفالة حسن التنفيذ أخذوا موافق ضمانة المستحقات الموجودة لديهم يعني تم معالجة هذا الأمر بالنسبة للأزمة المالية أو التزديد هذه أزمة يعني عامة تقع فيها الحكومات يعني الفلسطينية المتعاقبة على مر إنشاء الدولة كل فترة بيصير فيها أزمة مالية لكن إحنا كمجلس على السياسات شراء دائما مع اعتصال مباشر ومتواصل مع وزارة المالية لبحث الآليات والمقترحات للتخفيف على الشركات وضع عالية للتزديد طب أيضا نستاذ المؤيد في الحديد دائما عن موضوع قضية يعني هدر المال العام ودائما هناك سؤال كبير لماذا لا يتم إصدار خطط شراء سنوي وقبل شوية أنت كنت تحكي في هذا الصياح خطط الشراء السنوي لما يتم إصدارها ونشرها وبتكون يعني للجميع بتكون هناك أكثر شافية أكثر نزاعة تشتغلوا على هذا الموضوع وين مش شغالين وبكوة على هذا الموضوع وقرار مجلس الوزراء التي أشرت إله في مؤخرة تم إصداره هو إلزام جميع الجهات المشترية بنشر خططها شراء السنوي على البواب المواحد لشراء العام متاح إلي وإلك متاح للجميع للجمهور للشركات هذه الخطط هي مرينة ليست إجبارية إنك بدك تشتر في الخطة وإذا رأت الجهة المشترية نحن نحكي عن الجهة المشترية بما فيها البلديات حتى كمان هيئات الحكم المحلي الوزرات وهيئات حكم المحلي إذا ارتأت هذه الجهة إنه في تعديل عليها في أولويات تغيير في أولوياتها خلال العام ممكن تغير لكن هي عملية النشر عملية التفكير التخطيط شو بدك تشتري خلال السنة خلال العام لازم يكون موجود ومنشور عند إعداد موزمتك السنوية واللي إحنا شغالين بشكل كبير عليه إحنا في المجلس هذا الموضوع أيضا في الحديث عن هذا الخطط هناك أيضا من يقول بأنه هناك من يهرم من موضوع الخطط الشراء السنوية بالحديث عن تجزئة العطاءات ممكن هو يستفيد من هاي البند إنه يقدر إنه يطلق كل فترة عطاء بقيمة إنه ما توصلتش للجنة العطاءات المركزية القانون منع التجزئة نص عليها صراحة إنه حتى عملية التجزئة سواء روحة للشراء المباشر أو لطرق الشراء المختلف في الاستدراجات نص عليها صراحة إنه تجزئة ممنوعة التجزئة مجلس فيه تقييم سنوي بتم لجميع عمليات الشراء ولجميع الجهات المشترية من خلال عمليات الشراء اللي بتم تنفيذها هنا شراءها على البوابي فيه هناك رح يكون فيه تقييم إلها وإصدار التوصيات اللازمة بخصوص أيجها ثانيا فيه ديوان ركابي مالي وإدارية براكم على عمليات التجزئة ثالثا فيه المراكب المالي عند صرف المستحقات بتم الرقابة بتم الانتباه لعملية التجزئة فهذه النقطة يعني بتم المراكب عليها وممنوعة في القانون وإحنا في عملية التقييم السنة وإذا رح نعمله إنه رح ننظر إنه هل فيه تجزئة لعمليات الشراء بتبين خلال السنة شوش طرق يمواد متشابهة بعمليات شراء مونفاصلة خلال العام رح تبين توضح دكتور برضو في العودة للحديث اللي كنت تفضلت فيه قبل قليل موضوع متأخرات القطاع الخاص ومثل ما أنت حكيت يطالب الكثير يعني من المناقصين وزارة المالية بإقرار فوائد على متأخرات الحكومة ويبدو أن الموضوع في طريقه لأرواية الحكومة لدراسة هذا لحد هل العملية عكسية كيف؟ هو يغرم اللي بيقدم الخدمة بدينه لما نقعد بنعطى سندات والسندات هذه يصرفها من البنوك بفائدة فبالتالي أنت أولا بتفاوض وزارة المالية بيطلبوا منك خصم على قيمة العطاء أو الدين وبعدين بيعطوك سندات السندات حتى تسييلها من البنوك أنت بتدفع عليها فائدة للبنوك فهذا يعني البائع أو المقدم الخدمة هو بتغرم مرتين عدا عن التأخير صار تغرم ثلاث مرات فأعتقد لابد يعني إحنا لما بنحكي على حوكمة جيدة في أي بلد في أي نظام جزء من هذه الحوكمة أنه أنت بتشتري على قدمة تحتاج وبتسد قدمة معك يعني ما في داعي أنك تشتري مدام في خطة في كل وزارة إلها موازنة والموازنة السنوية وفي خطة شراء سنوية إذن هو عارف قديش عنده موازنة عارف قديش راح يجيب مال بنهاية العام عارف قديش من هذا المال راح يكون مثلا بالنسبة لوزارة الصحة للدواء وبالتالي المفروض يكون فيه مخصص من الميازانية للدواء ويكون عنده قدرة على السداد في حينه هلأ فيه ديون دوارة بنعرف يعني أنا كنت وزير صحة هذه ممكن معالجتها يعني برضو في تقصيد هذه المبالغ على عدد من السنوات بحيث أنه يتريح الباع اللي بيقدم الخدمة وأيضا تتريح الحكومة وأيضا أنت بتوجد سيولة في السوق لأنه حشر هذا المال في كدين على الحكومة طبعا أنت بتتأخر المؤسسات في دفع رواتب بشراء تجديد معدات وآليات وإلى آخره وبالتالي حركة الاقتصاد في البلد بتنشل بشكل أو بآخر طب دكتور لكن هناك من نقول بأنه إذا أحنا بنطالب الحكومة بدفع متأخرات أو ممكن المناقسين يرفعوا سعر العطاءات لهم عندما يدخلوا فيها هذا برضو بيستنزف الخزينة أو المالية طب كيف ممكن نعالج هذا الموضوع يعني كمان ما نستنزف الخزينة يعني قلنا بتطوير رئاليات الحكمة يعني لما نحكي على حكم رشيد بدك تحط ميزانية وأعتقد الحكومة تضع ميزانيات السلطة بتعرف بالضبط قديش ما تخولها من الضرائب والجمارك ولا فرية بتعرف قديش عندها عجز كيف بدك تسد هذا العجز سواء من مساعدات أجنبية أو من زيادة الضرائب يعني لهم آلياتهم وبالتالي ضمن الآلية الموضوعة بتحط ميزانيات الوزارة المختلفة وبالتالي هذه الوزارات يجب أن تتجاوز ميزانيتها كثير من الوزارات تتجاوز ميزانيتها السنوية من خلال عمليات شراء وبالتالي هذا يرهق الحكومة بفرض ديون زائدة لأنها تجاوزت الموازنة العامة وبالتالي ميزانية موازنة فيها عجز طبعا يعني صار العجز مضاعف بهذه الحالة أعتقد تطوير الإداء الحكومي وأعتقد فيه خطوات بهذا الاتجاه يعني على وضعنا بسنة 2010 بثلا طب في الحديث عن عام 2020 وإحنا طبعا مع نهاية أستاذ مؤيد اليوم يعني شو ممكن نحكي في ملف العطاءات الحكومية موضوع الحوسبة الشفافية تكافؤ الفرص دعم المنتج الوطني وين مشينا في كل هذول الخطوات مع نهاية اليوم مع نهاية العام 2021 نعم نحن في المجلس أولا فينا بوابي موحد الاشتراع العام وشغالين على تطويرها للمرحلة الثانية وتكون متقدمة أكثر بدأنا عمليا وخطوات فعلية في عملية الشراء الإلكتروني واتمتة العطاءات الحكومية من خلال منحة البنك الدولي ضمن الحكومة الإلكترونية تم إصدار جميع الوثائق القياسية بما فيها البلديات حتى المجالس القروية الصغيرة تم إصدار وثائق قياسية معيارية وشروط موحدة جميع هذه الجهات المشترية تم التدريب أكثر من خمسمائة موظف كل الوزارات والبلديات على قانون الشراء على الوثائق القياسية حاليا نشغالين على تدريب الكطاع الخاص ولدينا استراتيجية تدريب خلال السنوات القادمة تستهدف جميع الكطاع الخاص بما فيه مؤسسات المجتمع المدني والإعلاميين حتى الإعلاميين هل حديث عن موضوع توعية كمان مهم جدا في كل هذه التفاصيل نعم نحن الشركات ينقصها التوعية بإجراءات الشراء العام ولدينا خطة واستراتيجية التواصل واتصال بدعم البنك الدولي للوصول إلى هذه الشركات وحثها ومشاركة في عمليات ورش العمل ودورات تدريبية للكطاع الخاص بما يخص إجراءات الشراء العام ومنظومة الشراء العام ككل فيه كمان مقطة بدأ رجع لها أستاذ مويض أيضا في حديث عن المقابلات اللي سمعناها أحد الأفواد التي تحدث بأن القانون رائع لكن تنفيذه بمعنى هناك لجان أو مزاجية نعم هذه هي حكينا عن عملية تدريب العنصر البشري في منظومة الشراء هو الأساس نعمل حاليا على مهننة وظيفة الشراء العام وعملية تدريب مستمرة ووضع شروط معينة لتوظيف العاملين بالشراء العام وعدم تركية أي موظف بالشراء العام إلا عند اجتيازه شروط ودورات معينة هذه رح تأهل جميع الموظفين والكادر البشري الموجود في جميع الوزارات والتغلب على أي نقص أو ضعف عند الوزارات في هذا الكادر أنتم تتعرض لضغطات مثلا في المجلس الأعلى للشراء العام في موضوع هذا العطاء في موضوع هذا دقوش على المعيين من نمشي هذا العطاء إحنا فتحين جميع أبوابنا لجميع الكطاعات الكطاع الخاص إحنا كمان بلجأونا كاستشارات المجلس فيه نقطة مهمة جدا ما ذكرناهاش اللي هي وحدة مراجعة النزاعات تم تفعيلها مؤخرا حديثا وهو إنجاز مهم للمجلس و للحكومة الفلسطينية هذه مهمة جدا هذه مهمتها هي تعطي فرصة للمناقصين اللحك بهم ضرر أو قد يلحك بهم ضرر نتيجة عدم وفاء أي من الجهات المشترية لالتزاماتها اتجاه هذا المناقص أو إذا تقدم بشكوى نتيجة إجراء معين أو سلوك معين لهذه الجهة ما ردت عليه ضمن الفترات المحددة بالقانون بيقدر يقدم تظلهم لوحدة مراجعة النزاعات الموجودة في المجلس وهي تعتبر كمراجعة إدارية مستقلة لتجنب اللجوء إلى القضاء هي مرحلة ما قبل القضاء وهي ملزمة للجهات المشترية وغير ملزمة للمورد ممكن المورد دير جال هذه الجهة أنصفته هيا أنصفته ما أنصفته أنا ما أنصفتني شكرا بدأ روح للقضاء طيب دكتور فتحي اليوم احنا كيف عم بنشوف مع نهاية العام 2021 هل مش عارف هالوضع مثالي مثلا في موضوع العطاءات الحكومية فيش اشي مثالي احنا مش بإمبراطورية أفلاطون يعني أو هذا ما هذا العام نحكي به بالظبط احنا في دولة تحت النشوق دولة فلسطين رأم كل المعوقات من الاحتلال وظروف الاحتلال والحصار الدولي اللي مفروض علينا كسلطة نخطو بخطوات جيدة باتجاه يعني خلينا نقول الحوكمة الجيدة وبناء مؤسسات الدولة في معيقات في احيانا عوامل بشرية بتدخل على الخط بتعيق العملية لكن لو اخذنا تحديدا على قضية الشراء لا خطى هذا المشروع خطوات جيدة من لما بدأ الحديث بسنة بعام 2004 على قضية اصلاح نظام الشراء وصولا لل 2014 عندما صدر القرار بقانون اعتقد في قفزات نوعية بهذا الاتجاه كثير من المشاكل تم حلها في التعديل الاخير في النظام نظام الشراء العام وأعتقد يعني زي ما قال الأستاذ معيد مؤيد في خطط قادمة مستقبلية لتطوير العمل نحن شركاء ولسنا فرقاء وبالتالي تعزيز هذه الشركة مطلوب تعزيز دور القطاع الوطني في عمليات الشراء المنتج الوطني يجب أن يؤطى أولوية المنتج الوطني أصبح ينافس يعني إذا أتكلم أنا على صناعة الدوائية إحنا أصبحنا نصدر لعدد كبير من دول العالم أصبحنا نصدر لبريطانيا ولفرنسا ولإيطاليا ولألمانيا أدوية فلسطينية وبالتالي يعني جودتنا أصبحت معروفة وأصبح المنتج الفلسطيني خاصة في مجال الدواء ينافس المنتج المستورد وبالتالي يجب أن يعطى دائم الأولوية حتى لو كان سعره أعلى بكثير نتيجة ارتفاع كلفة الإنتاج ومحدودية السوق وهذه أعطيت من خلال القانون بنسبة 15% وزي ما حكينا حتى لو ساوت الأسعار يجب أن يقسم العطاء إلى قسمين للفريقين إذا كانت المنافسة بين منتجين محليين إحنا مع أنه قسم مناصفة لكن إذا كان المنافس مستورد يجب أن تعطى الأولوية للمتجين محلي الدكتور فتحي أبو مغلي عضو اتحاد الصناعات الدوائية ووزير الصحة سابقا شكرا لك على هذه المشاركة وأيضا الشكر موصول للأستاذ مؤيد عود رئيس المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام شكرا لك أستاذ مؤيد إلى هنا ناصر المشاهدين إلى نهاية هذه الحلقة دمتم برعاية الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة